اخلط فنجان من زيت الزيتون مع سبع حبات من لقرنفل وضعهم في هذا المكان سيجعلك كالحصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك سبعين عاماً ستستعد شبابك ولكن في البداية سنوجه هذه الأسئلة لجميع المشاهدين هل تعاني من التهابات وتضخم لبروستاتا أو الضعف أو الإصابة بالعقم؟ وهل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكر مرضى النوع الثاني على وجه الخصوص؟ هل تعاني من أمراض القلب؟ وماذا عن التهابات الكبد وحصوات الكلا والمرارة؟ وهل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ وماذا عن آلام المعدة والغازات والانتفاخات وآلام القلون؟ أو تعاني من السعال والكحة وضعف الذاكرة؟ أو حتى تعاني من الوزن الزائد والسمنة المفرطة؟ فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بهذا المزيج الخارق إنه مزيج لقرنفل وزيت الزيتون لا تنصدم، يبدو أنك لا تعرف الكثير عن فوائد لقرنفل وزيت الزيتون لذلك دعنا الآن نأخذك في رحلة عبر قناة الوصفات الزوجية لتتعرف على فوائد مزيج لقرنفل وزيت الزيتون المعجزة وأيضاً معرفة ما هي فوائد لقرنفل وزيت الزيتون للرجل والمرأة ولكن قبل أن نبدأ فضلاً وليس أمراً صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون أو لقرنفل ولو لمرة واحدة نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وتقم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحباً بكم من جديد للقرنفل وزيت الزيتون تاريخ طويل ومتقلب فقد كانوا يساويان وزنهم ذهب في يوم من الأيام فقد كان يعتبر كل منهما ذا قيمة كبيرة منذ أكثر من 1400 عام وحتى وقتنا هذا ويعد موطن القرنفل الأصلي أندونيسيا والهند وقد وصل القرنفل إلى الصين عن طريق مبعوثين من جاوا وقد كان يستخدم القرنفل في هذا الوقت لتنشيط عملية التنفس وعلاج الأمراض الصدرية وقد تداول القرنفل من قبل البحارة والتجار المسلمين خلال العصور الوسطى وقد لا تعلم أن منقوع زيت الزيتون والقرنفل أطلق عليه في القرون الوسطى زيت اللصوص لندرته ولأنه كان يستخدم في العلاج والوقاية من الطعون الدبلي ولأكثر من 1400 عام واستخدم الطب التقليدي الهندي والصيني لقرنفل على نطاق واسع وبالأخص في طب الايرفيدة يعتبر مزيج القرنفل وزيت الزيتون أنه يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي من جميع الأنواع وكذلك تحسين الدورة الدموية والتمثيل الغذائي في الطب الصيني التقليدي يعتبر القرنفل لاذعا ودافئا ويمكن أن يساعد في علاج أمراض المعدة والطحال والكلة والتهاب لبروستاتا وبالمثل أيضا عندما نتحدث عن زيت الزيتون فقد تم تكريم زيت الزيتون لفوائده الجمى والكثيرة وتم ذكره في الكتب المقدسة ومن أبرزها ذكره في القرآن الكريم فقال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وقال تعالى والتين والزيتون وكما أوصى بتناوله الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقال ائتدموا بالزيت والدهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة طريقة تحضير خليط زيت الزيتون والقرنفل المكونات خمس حبات من القرنفل كوب ماء ساخن ملعقتين من زيت الزيتون طريقة التحضير والاستخدام يتم نقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة عشر دقائق ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل ونمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع منقوع لقرنفل في الماء ويمكن إضافة ملعقة عسل لتحسين طعم المزيج تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة كل ثلاثة أيام ويمكن تكرارها على مدار ستة شهور بكل أمان فوائد مزيج لقرنفل وزيت الزيتون للقرنفل وزيت الزيتون دور فعال في حرق دهون الجسم فيعمل كل منهما في إنجاح عمليات تخسيس الوزن وقد أثبتت دراسة إيطالية أجريت عام 2021 على أكثر من أربعمائة شخص تناولوا مزيج لقرنفل وزيت الزيتون بانتظام لفترة ستة أشهر ظهرت عليهم نتائج إيجابية في تقليل أضرار التهابات لبروستاتا بنسبة سبعين بالمئة وهذه نتيجة مذهلة وكما يعمل مزيج لقرنفل وزيت الزيتون كخافض للحرارة ويخلص الجسم من الحمى ويحد هذا المزيج من التهابات الجسم المختلفة ويعالج الجروح والتقرحات الجلدية ويخفف من ألم الصداع ويهدئ من أعراض الشقيقة ويستخدم مزيج لقرنفل وزيت الزيتون كمنشط ومنظم لنشاط وظائف الجهاز الهضمي فيحد من انتفاخات وغازات البطن وكما يعمل هذا المزيج كواقي من مرض القرحة المعدية ومفيد لللثة ومخفف لآلام الأسنان فيستخدم كمخدر ومسكن للألم ويعالج بعض حالات وأمراض الجلد كالبثور وحب الشباب ويخفف من خطورة وآلام لدغات الحشرات وكما أن هذا المزيج مفيد لصحة ونمو الشعر عند استخدامه بالطريقة الموضعية فيعطي شعرك الحيوية ويعزز نمو بصيلات الشعر ويحد من مشكلاته كتساقط الشعر مقوّن للجهاز المناعي يستخدم خليط لقرنفل وزيت الزيتون كنوع من الغرغرة فيخفف من آلام الحلق ويعمل كمنظم لمستوى السكر بالدم ويعد منق للدم وفاتح للشهية ويحد من أعراض أمراض العظام وبالأخص الروماتيزم وكما يساعد في الشفاء من مرض السل ومدر طبيعي للبول ومفتت لحص الكليتين ويعالج من التهابات لبروستاتا ويقي من الإصابة بسرطان لبروستاتا وكما يعمل كمهدئ للأعصاب ويكافح حالات الأرق والاكتئاب والقلق والتوتر ومفيد للذاكرة ومعزز للقدرة على زيادة التركيز منشط للدورة الدموية في الجسم يساعد في الشفاء من أمراض الشتاء كنزلات البرد والربو والسعل والتهابات الشعب الهوائية يخفف من حالات الدوار والغثيان ومكافح لأمراض السرطان مثل سرطانات الجهاز الهضمي والرئة ومفيد لصحة وقوة القلب يقل عين من تشكل الدمامل على الجفن ويحد من تشكل البلغم وهو معالج طبيعي للضعف الصحي لدى الرجال والنساء وكما يستخدم كمعالج فعال لحالات البواسير الخارجية وبعد كل هذه الفوائد التي ذكرناها نأتي للسؤال المهم في هذا الفيديو هل لمزيج لقرنفل وزيت الزيتون أضرار على الصحة؟ لنكن متفقين أن الإكثار من تناول الأشياء المفيدة إن زاد عن حده سوف ينقلب إلى ضد فبالتالي يجب عليك استخدام جرعات بسيطة ومناسبة من هذا المزيج لأن الإكثار من تناوله سوف يؤدي إلى تسمم في الكبد وإطلاف في بعض أنسجة الجسم زيت الزيتون والقرنفل إذا تم الإكثار منهما يمكن أن يؤديا لضرراً وتهيجاً في الفم واللثة والأغشية المخاطية وتهيج في الجلد ولكن لا داعي للقلق إذا كنت تستخدم الوصفة بالمقادير الصحية والمحددة كما ذكرناها في الوصفة السابقة وبما أننا قد أنهينا حديثنا عن فوائد هذا المزيج المذهل ما رأيك الآن أن نكمل مقطعنا بالتحدث عن فوائد كل عنصر من هذا المزيج على حدة ونضيف لكم المزيد من الوصفات الصحية المفيدة والحصرية أولاً فوائد لقرنفل صحة الأسنان ربما يكون لقرنفل معروفاً بتأثيراته المخدرة عندما يعاني المرء من ألم في الأسنان هذا لأنها غنية بالأوغينول حوالي 80 إلى 95% من هذا الزيت المتطير يشكل زيت لقرنفل وهذا المركب هو المسؤول عن التأثيرات المسكنة والمطهرة صحة الجهاز الهضمي يعد الهضم الصحي أحد الركائز الأساسية للصحة الجيدة بشكل عام وهو عملية تكافلية تشمل كل النظام في الجسم تقريباً وعند تناولك للقرنفل أو إضافته إلى النظام الغذائي فهو يبدأ بنشر البكتيريا الجيدة في الفم والتي تبدأ في تكسير الطعام من أجل الهضم أثناء مضغه وكذلك تحفيز إنتاج اللعاب تقوية المناعة القرنفل غني بمضادات الأكسادة التي تساعد جهاز المناعة في محاربة الأكسادة والجذور الحرة لقد ثبت أن الأوغينول يحارب الكائنات الحية الضارة داخل الجسم مما يساعد على تخفيف العدوى ومكافحة الفيروسات والبكتيريا الخطيرة استخدامات القرنفل أولاً مسحوق القرنفل يمكن استخدام هذا المسحوق الدافئ والحار لتوابل أطباق الطهي أو صنع الشاي ما عليك سوى صب كوب واحد من الماء المغلي على ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل وتركه ينقع لمدة عشر دقائق أضف العسل حسب الرغبة ثانياً كمادات القرنفل امزج مسحوق القرنفل في الماء لعمل معجون ضع المعجون على الجرح وقم بتغطية الجرح بمنشفة دافئة وتركه لمدة خمسة دقائق وجع الأسنان اخلط مسحوق القرنفل مع القليل من زيت جوز الهند وفرق به منطقة اللثة بشكل جيد فوائد زيت الزيتون يعمل كمضاد للالتهابات ومركب الفينول الموجود في زيت الزيتون يعد المسؤول عن الإحساس بالحرق أو الوخز الذي يحدث عند تذوق زيت الزيتون وتحتوي الفينولات الموجودة في زيت الزيتون على خصائص مضادة للالتهابات وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثيرات مماثلة لمسكنات الألم ومخفضات الحمى يمكن أن يساعد أيضاً في الوقاية من مرض الزهايمر وقتل الخلايا السرطانية يزيل الأوليوكانثال لويحات بتأميلود من الدماغ ويعزز صحة الشعر والجلد يقي من مرض السكري يحمي من مقاومة الأنسلين يقلل من مشاكل القلب والسكري يقلل من ارتفاع ضغط الدم يحسن مستويات الكوليسترول في الدم يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك يحمي من الشيخوخة المبكرة يعالج التهابات لبروستاتة يحمي منها شاشة العظام يمنع حصوات المرارة يقوي جدران الخلايا السليمة يحارب اضطرابات المزاج والاكتئاب طريقة استخدام زيت الزيتون تتعدى الطرق استهلاك زيت الزيتون فيمكن تناوله دون أي إضافات عن طريق تناول منه ملعقة يومياً سواء كان ذلك على الريق في الصباح أو قبل النوم ويمكن تناوله مع إضافة خمسة فصوص من الثوم ومزجهم مع بعضهم البعض وقم بتناول ملعقة منه يومياً بعد مرور 24 ساعة تؤدي هذه الوصفة على حصول الجسم على فوائد مضاعفة ويمكنك تناول زيت الزيتون مع الليمون وتعد هذه الوصفة الأشهر على الإطلاق بحيث يمكنك إحضار فنجان من زيت الزيتون وفنجان من عصير الليمون وخلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على مزيج صحي ومفيد ويمد الجسم بالطاقة ويعزز صحة جميع أعضاء الجسم وهناك الكثير من الوصفات المفيدة احرص على متابعتنا واشترك في القناة وفعل زر الجرس للحصول على كل الوصفات الصحية والمفيدة وهذا كان كل ما لدينا اليوم مشاهدين الكرام شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة